طب وينت يا ملوك؟ هحصل معك موقف أبل كده؟ أكيد يعني أنا مثلاً عايزة أشتري هدوم جديدة ماذا؟ بس دلوقتي مثلاً الظروف ما تسمحشي بس أنا مثلاً كل يوم هحوش معي خمسة دنيا كل يوم لحد ما يبقى معي مثلاً أخر الشهر هرتب أولوياتي لحد أخر الشهر هيكون معي مبلغ كويس تقولت إيه؟ هرتب إيه؟ أولوياتي أنت عارفة عن إيه هرتب أولوياتي؟ بزر عندك كم سنة يا ملوك؟ عندي عشر سنين وبترتبي أولوياتك إزاي يا ملوك؟ أنا أيام الدراسة برتب يومي مبدئياً أصلاً في حاجة معروفة في حكمة بتقول إن الوقت كساف اللي لم تقطعه قطعك يا سيدي يا سيدي أنا معي حد كبير النهاردة أنا مش معي ملك اللي عندها عشر سنين أنا عندي ملك اللي عندها تلاتين سن أولي يا ملوك فأنا مثلاً بجيب ورقة أكتب فيها النهاردة علي مدة كذا هذكر منها ساعة ومدة كذا هذكر منها ساعة هذكر مدتين وبعدين أخذ نصف ساعة مثلاً ألعب شوية أنت كل يوم بتعملي الخطة دي؟ أكيد برافو عليك يا ملوك بعمل الورقة دي واللي خلص بعمل عليه صح طب فريدي جتي وانت بتعملي الوقت فات وما عملتيش النصف ساعة دي أو احتاجتي وقتها أكتر بتعملي إيه؟ في حاجات كده ببقى عامل حاجات في الشفت اللي هو الحاجات اللي أنا ما أنجزتهاش النهاردة هخلصها بكرة عامل شفت بصدف للي بعده أحد فيكو بيعمل البلان دي؟ بيعمل خطة كده للوقت؟ مبارح بس مبارح؟ بس مش هحلو الحمد لله أنه حصل مالك مستقلب مبارح ده مبارح يوم جميل جداً في حياتنا كلنا عملت إيه يا سليم؟ أول حاجة سحيت بعدين أعملت البلان بتاعي على طول أستمت بقى يومك هتعمل فيه إيه؟ أه عملت إيه بقى كتبت إيه؟ هتعمل إيه في اليوم ده؟ اللي أكتبت أعمل مثلاً الهومورك إنت وكده وبعدين والتزمت بيه؟ أه مش هتبقى كنت ترجع للوقت كده وتشوف باضل كذا أعمل كذا وكده؟ أه بعدين أي حاجة أخلصها أعمل لها تشيك أوكي وبعدين مثلاً أخلص الهومورك مثلاً وبعدين ولو مخلصتوش الوقت فات علي مثلاً وعندي تمرين أروح التمرين أرجع وأخلصه آه يعني تبقى عامل بلان بي أنت عامل بلان ايه اللي هي الخطة الأساسية اللي أنت كتبها وبلان بي لو حاجة فاتت أو ما حصلتش ملحقتش في بلان بي أنك لما ترجع من التمرين تخش عليها وتعملها أي برافو عليك برافو عليك طب إحساس الواحد يا جوجو لما بيعمل علامة الصحة دي أنه أنجز حاجة عارفين أنتوا الإحساس دي؟ أنا مثلاً بحط علامة دن اللي هي الصحة الخضرة دي اللي على التليفون عشان أنا ببقى كتب البلان بتاعتي على النوت في التليفون ففي المذكرة كده في التليفون فأمحط على العلامة أول ما أشوف العلامة الخضرة دي أنا بحس بسعادة أيها أنجز تحاجة الحمد لله أنت بتحس بإيه؟ اللي هو يعني أكيداً خلصتها يعني أيها المنظر ده بيبسطنا أيها إحنا نفسياً نكو حلينا حاجة خلصنا حاجة غير لما تبقى الحاجات مترتبة في مخنا يعني هقولك على حاجة يا ملك أنا مرة كنت بتكلم مع أحد وقال لي أنا بعمل كل اللي أنت بتقوليه ده بس توا في مخي يعني مش محتاج أن أنا أكتبه أنا خلاص عارف أن أنا قعد أذاكر شوية وبعدين هاخد راحة وبعدين هلعب وبعدين هارجع زاكر تاني وبعدين وعامل بلان دي في مخه لا أليه؟ بصراحة يعني ممكن يلغبط الوقت ما أنه هو يرتبها في مخه مش هيعرف ما ممكن حاجة تاني تدخل عليه نشغل في حاجة تاني الورقة قدامك في بورد أو أي حاجة وتخلص الحاجة اللي أنت عملتها وتروح عمل عليها صح دي حاجة بتريحك وبتفرحك